كل واحد بيحب الكرة من حقه يقول رأيه مش شرط يكون رأيك الصح ومش شرط يكون رأيك غلط بس قول رأيك في الكرة عادي وإحنا نقول رأينا بس مع منتخم مصر قبل المباريات تدعم وتساند ما نجيش تقول أصل القايمة اختار مين وإزاي كان اختار دوت وإزاي ما اختارش فلان وإزاي ما عمدش فلان وده أهاب جالد بكر بقى استنى وشوفه وحيعمل إيه في المباراة هتبقى المباراة مش حلوة خالص والمباراة هنخسر ومش انتو اختارته أهاب جلالد بشوفه بقى يحصل لك لا 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 ما تتحفز كده وما تسبقش بالشماتة لرأيك بالشماتة لرأيك اللي هو إيه إن شاء الله إهاب جلال يثبت إنه هو اختيار خاضئ لمنتخم مصر ونخسر بقى عشان رأيك يبقى رأي عظيم لأ مع كامل احترام لرأيك رأيك نفسه اللي فيه الإحساس ده مش هيبقى أهم من إن منتخبنا يكسب منتخبنا ينجح في النهاية وفي البداية وفي النهاية هيتقال منتخب مصر نجح قبل ما هيتقال إهاب جلال نجح ولا لعيب الفرنية ده نجح أو ده نجح ببساطة شديدة دي حاجة في الأجواء الهدئة عارف أنا بقولك الكلمتين دول وإحنا في أجواء هدئة ما فيش تحفز قوي بصراحة بس خلينا نقول إنه كلام يفضل تثابت معنا طول العمر طول العمر لما منتخب مصر أول أولمبي شباب ناشئين خلافه نقعد نساند وندعم والله ما بقولك كلام ده بمنطق إنه إعلاميا لازم نقولك كلمتين حلوين دول لأ كلام ده لازم يطالع من قلبك مش لازم تسمعه مني ولا من غيري أنت من نفسك كده اسمه منتخب مصر أدعم مساند طبعاً طب يا عم أنت اللعيب اللي بيلعب في المنتخب مصر ده مش اللعيب اللي بيلعب في ريتك مش مشكلة لابس شرط منتخب مصر طب المدرب ده مش هو المدرب الجماهير اللي أنت كنت بتشجعه في نديك مش مشكلة اسمه مندر منتخب مصر ما تمسكش في رأيك على فكرة كتير ناس بتعمل إيه وده حصل مع كلوس كروش وكلمت وقتها عن هذا الأمر خلش يقولك إيهاب جلال اختيار مش صحيح لمنتخب مصر مثلاً يعني فهو عايز طول العمر يثبت أنه رأيه كان صح يا سيدي يطلع رأيك غلط ومنتخب مصر يكسب قول يا رب رأي يطلع غلط قول يا رب تفكيري يطلع غلط أنا مش بقيمهولك يا أنا مش بقيمهولك تفكيرك مش بقولك أنت صح ولا غلط أنا بقول أنت تدعي من نفسك وأتشجع كده أقول إيه يا رب نكسب واطلع أنا قدام الصحابي ما بفهمش في الكرة كويس مثلاً أنا بقولك الماكسيموم يعني وطاني ما فيش حد ما بيفهمش في الكرة وما فيش حد عبكري في المطلق إلا هنا عبكري في المطلق إلا هنا ما بيفهمش في الكرة في المطلق إحنا نقول قراءنا أفكارنا اللي شايفينه صح من وجهة نظرنا اللي شايفينه صح من وجهة نظرنا ليه وجهة نظر أخرى ممكن تكون شايفة غلط تماما بكل بساطة طيب كل التوفيق لمنتخبنا مباراة كبيرة إن شاء الله يبقى بذرة ثقة بين الكابتن أعاب جلال والجماهير وأنا متأكد وواصق أن في عدد كبير جدا من الجماهير تصق كثيرا في الكابتن أعاب جلال وفي مجموعة تانية لسه عايزة تطم أن الكابتن أعاب جلال هيامل حاجة مع منتخب مصر بالمناسبة أنا حضرت كابتن حسن شحاتة وهو بيتعين مدير فني لمنتخب مصر في 2005 اتقالت ساعتها آه يا جماعة حسن شحاتة أسطورة ولعيب كبير واسم كبير مع حفظ الألقاب طبعا بس يعني ما هو برضو ما دربش فرق كبيرة يعني هو منتخب الشباب وبعض الفرق الصغيرة عفوا يعني لو الصغيرة دي كلمة قليلة بس يعني أقصد مش أهلي وزمالك يعني فقال لك لأ انتو دطوله منتخب مصر على أساس إيه لأ أكبر منه بكتير إيه اللي حصل 2000 أكبر منه طبعا كمدرب كس في مدرب لكن اسمي كابتن حسن شحاتة ده واحد من أهم أساطير الكورة قبل ما يبقى مدرب كمان في مصر كسب أفراقيا 2006 ثقة الناس بتزيد وبعض الناس كانوا يقول لك إيه يا أما احنا كسبناها عشان خاطر كاتب بطولة في مصر والجماهير ماشي لو احنا 2008 كسب 2008 لأ استنى عندك بقى ده مدرب كبير جدا احنا كسبنا 2008 بأداء رائع كمان مش بس كسبناها احنا كسبناها بكل مبادك الأداء قدنا رائع كسب 2010 لا ده أسطورة الأساطير ده أهم مدرب في تاريخ مصر فثقة الناس في المدرب على فكرة ده في المنتخب وفي الأندية في أي مكان يعني تيجي مع النتائج والبطولات والدليل إن كلس كيروش اللي في رأيي وأنا لسه بقول لك هو في رأيي غير رأيك مش هتختلف عادي وجهة نظر إنه كان مدرب رائع وكبير جدا لمنتخب مصر وحقق النجاحات مش على مستوى البطولات ولكن نجاحات على مستوى قوام المنتخب العناصر الجديدة إنك توصل لآخر النقطة في كل المشاركات اللي بتشارك فيها فده يعتبر نجاح مش النجاح العظيم وإلا كان بالبطولة بحجم البطولة أو بإسم البطولة أو بالمدالية يعني الزابية اللي هتخدها في الآخر أو كاس البطولة بس عمل بصمة عمل بصمة هل ده فرقة مع الناس؟ لا معظم الناس ما كانتش فاري معها ده قال لك رسكو دوش ما نجحش مع منتخب مصر ما عملش إنجازات كبيرة مع منتخب مصر ليه؟ عشان ثقة الناس دايماً بتيجي ببطولة وبأداء طبعاً أداء حلو وبطولة لو ده حصل كابتن إيهايب جلال هيقدر بسرعة يكسب ثقة الجماهير وأنا في صراحة مجدبش عليكم أنا نفسي نفسي العلاقة الأولى بين الكابتن إيهاب جلال والجماهير يبقى فيها نجاح ليه؟ عشان بجد كابتن إيهاب جلال لو كمل مع منتخب مصر سنوات هنشوف شكل حلو المنتخب مصر في كرة ممتعة وهنشوف إنجازات وبطولات كبيرة بس هي محتاجة عارف أنت اللي هو إيه؟ العقد اللي يحصل بينه وبين الجمهور ببطولة إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه ويكرم منتخبنا أهم حاجة يكرم منتخبنا انسوا الأشخاص انسوا الأشخاص ترجمة نانسي قنقر